للشعب لما بيقول حاجة نعم رغم ايه في حاجات وفي مخالفات بس برضو الموضوع مش كده الموضوع عايز تبقات في بيتك قانوني مش عايز بيتك كل شوية حد يجي لك يعمل لك مشكلة مش عايز ده لو عليك قضية القضية توقف خلاص لو هربان ارجع سددوا يلا خلاص بنخلص عايزين يكون المياه في ده من الماضي عندنا حاجات اهم مش عايزين حد يستغل لحد فينا وحد يعدي روج للشائعات نخلي بالنا نخلي بالنا والله الصدقه بيصل فورا بدليل اللي حصل مش ده في حاجات كتيرة ولكن من الناس بنتكلم على الاراضي النهاردة نتكلم على القرى النهاردة والناس والزعل اللي كان عندهم شوفوا ده فك حال كام واحد كام مليون تاني بقول كام أسرة دكتور مدبولي النهاردة بيتكلم على اتنين مليون من 11 لحد دلوقتي اتنين مليون حالة حال التعدي من 2011 لحد دلوقتي اللي راح ويشكروا كل مواطن من مليون واحد اللي راح ويشكروا واللسه هيروح كمان حتى نهاية هذا الشهر لازم نلحق قبل تلاتين تسعة تاني بقول لازم نلحق قبل تلاتين تسعة ليه بقول لازم لانه المطلوب منك النهاردة حاجة بسيطة قوي مش هتاخد خمس دقايق هتروح للحيب البطاقة صورتها واي وصل اي جثبات اخر وخلاص وطلب التصالح سلام عليكم بس روح فقط مش مطلوب منك اكتر من كده عشان نخلص عشان نقفل عشان نقفل نباش عندنا لحاجات ولا تانية ولا تالت ولا ربعة قانون ده لما اتعمل اتعمل عشان انا اشوف المواطن بدل ما عنده وضع غير قانوني انا عايزة اقنن له الوضع تاني بقول بقننه الوضع بحدد وليجان نزلت وعملت وتقييمات وتقديرات احنا دلوقتي بنتكلم مرة تانية نخفض تاني السادة المحافظين اللي ما عملوش تخفيض حتى هذه اللحظة او اللي عملو عشرين في المية لا نرفع السقف اربعين وخمسين في المية مش مشكلة احنا النهاردة مش بندايق الناس ورئيس الوزراء قال كده قال احنا النهاردة مش رايحنا نفرض جباية على حد لا انا عايزة قانون لك وضعك فاحنا طالما كده الموضوع مش الموضوع ان انا بجمع مليارات لانه اي فلوس جاية هتتصرف عندك يعني احنا مثلا انه في السواج لو انا بتكلم على محافظتي او اسيوت اهلنا او قنة كل اهلنا يعني في السبع عشرين محافظة اي جنيه هيتدفع الجنيه ده هيتصرف عندك هيتصرف في محافظتك يعني لو انا في الاليوبية النهاردة بتصالح اي فلوس بتدفع هيتصرف على اهالي القليوبية او اسكندرية او دمياط او البحر اللحم اي محافظة اي جنيه هنا هيتصرف مرافق طرق صرف الصحي نعمل البنية التحتية جيالك يعني فلوس منك وليك الدولة مش هتاخد الفلوس دي راح هتعمل بها حاجة تانية لا لا خالص دي ما موجودة في ام ام في حساب خاص تاني بقول حساب خاص الفلوس دي كلها الحساب ده يتم انفاق هذي الاموال محافظة كذا جابت مليار محافظة كذا جابت اتنين محافظة كده جابت 200 مليون جابت 4 مليون كل محافظة لها الفلوس بتاعتها موجودة في الحساب بتاعها اللي هو في الحساب الخاص اللي موجود تابع وزارة المالية بننفق بنعمل طرق يطلع من هنا عايزة عمل تغطية ترع أو تبطين الترع بعمل من هنا عايزة عمل صرف صحي بعمل من هنا ده مش هيكفي ده جزء ده انت بس ايه مش بيقولك مش عارف ايه تسند اه هي كده يعني المبلغ ده ما احنا صرفين اهو بنصرف على الريف ومشروعات قد ايه بتتعمل وهتتعمل لسه لكن اي مبلغ موجود انا بنفقه عليك حدش هيخذ الفلوس دي الدولة مش بتعمل ده عشان اجمع مليارات عشان اعمل لا لا والله فلوس دي كلها ستنفق على المحافظات على المواطنين يعني الجنيه اللي هتتفعه ولا المئة جنيه ولا الالف جنيه ولا المليون اللي هتتفعه رجعلك